بسم الأيب والإبن والروح الكدس لله الواحد أميم نتكلم النهاردة على موضوع بعنوان متاريس الجحيم احنا بنسمع في اللحن الجميل يا كل الصفوف نسمع ان المسيح قصر متاريسه الحديدية قصرا متاريس الجحيم لكن الحقيقة النهاردة انا عايز اتكلم على موضوع متاريس الجحيم ده من ناحية مختلف شوي في كلمة مشهورة لكاتب انجليزي مشهور اسمه سي اسلوس الرجل ده كان ملحد في يوم الايام وبعدين بقى مسيحي وبقى من المدافعين عن المسيحية وكتاباته لغاية النهاردة كتابات قوية جدا ولسه ناس كتيرة بتتعلم منه الرجل ده قال ايه قال ان ابواب الجحيم بتغلق من الداخل فاهمين معناها ابواب الجحيم بتغلق من الداخل يعني مين اللي بيقفلها الانسان اللي بيقفلها مش ربنا انتوا عارفين ايه المتاريس الاول اللي فينا كان عنده قريب من الناس يعني الفلاحين او نعايدة في الايام القديمة كان الببان كبير اوي خشب والخشب ده كان يتحط فيه من وراء زي بار حديد كده وبعدين يحطوا حاجة اسمها المتراس المتراس ده عبارة عن حتة خشب او حتة حديد فيحطوها من وراء كده فتقفل الباب فالباب ملوش مدخل الباب مقفول من جوه بالمتراس ده ايه اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة فيه خطايا هي عبارة عن متاريس للجحيم يعني ايه متاريس الجحيم يعني الانسان يقفل على نفسه بيها ويحرم نفسه من رحمة ربنا كل الخطايا مقدور عليها مهما كانت زنة او قتل او غيره بس فيه خطايا عبارة عن متراس يعني الواحد يروح حططها كده ويقفل على نفسه ويحكم على نفسه بالاعدام للابل نتكلم على بعض المتاريس دي متاريس الجحيم دي اول واحد فيهم نسمع عنه في قصة سقوط الشيطان هو الشيطان افل على نفسه جحيم بسبب ايه هالربنا اللي افل عليه ولا هو اللي افل على نفسه هو اللي افل على نفسه ايه المتراس اللي استعمله الشيطان عشان يقفل على روحه ايه القفل اللي افل به على نفسه افل على نفسه الجحيم بسبب الكبرياء ان انا مش هرجع في اللي انا قلته بس انت هتروح كده انت هتضيع للأبد مش مهم في ناس يقولوا ايه يقولوا الشيطان هو الكائن اللي فضل انه يكون نمرة واحد في الجحيم وما يبقاش نمرة اثنين في السماء الشيطان هو الكائن اللي فضل انه يبقى نمرة واحد في الجحيم على انه هو يبقى نمرة اثنين في السماء الكبرياء دي اللي بتخلي الإنسان يعاند ويكابر ومش قادر يقول إن هو غلطان خالص ما تطلعش على لسانه أبدا إنه يقول أنا غلطان هغير السك أنا قلت كده ومش هرجع في اللي أنا عملته بأول واحدة من متاريس الجحيم هو متراس الكبرياء والذات الذات إله والإنسان لما يتحول إلى عابد ليها بيقفل على نفسه للأبد بعيد عن رحمة ربنا المتراس التاني من متاريس الجحيم هو عدم القدرة على الغفران كلنا ممكن نيجي في وقت نتدايق ونزعل من حد أو ممكن إنسان يتطور معها الأمر إلى نوع من الكراهية لحد شيء مش كويس والكراهية واحدة من الخطايا اللي بتبعد الإنسان عن ربنا بس عدم القدرة على الغفران إن أنا مكمل أنا شايل ضغينة جواي قافل على نفسي بيها ومش مسامح ومش هسامح وهفضل طول الوقت عمال أحتفظ بالنار دي جواي الراجل اللي قلتلكم عليه السي إس لويس ده كتب العبارة دي اللي هو إن أبواب الجحيم بتغلق من الداخل في كتاب اسمه الطلاق العظيم هو مش بيتكلم على الطلاق اللي الناس عرفاه يتكلم على انفصال السماء عن الجحيم خالص في القصة دي أو في الموضوع اللي هو كتبه كتب قصة طريفة القصة بتقول إيه إن الناس اللي في الجحيم جالهم خبر إن ربنا إدى فرصة تانية وقال للناس فيه أوتوبيس هيعد عليكم بكرة اللي عايز يركب ويخش في الأوتوبيس ده ممكن يتنقل من الجحيم للسماء فالناس كلها فرحت طبعا حاجة جميلة خالص دي فرصة عظيمة هنتنقل من الجحيم للسماء الناس هما في الأوتوبيس قاعدين جنب بعض فبيتكلموا ويدردشوا كده فواحد بيبص للرجل اللي جنبه كده وبعدين بيقول له شكلك مش غريب أنا زي ما يكون عرفك من قبل كده فالرجل اللي قاعد في الأوتوبيس جنبه قال له آه أنا اللي قتلتك على فكرة قبل ما نيجي هنا يعني فالرجل اللي هو قاعد كده اندهش قال له أنا افتكرت هو أنت كمان هتيجي معانا وتخش معانا السماء فقال له آه ربنا رحمته واسعة وأنا كمان هخش مع الناس اللي هيترحموا زيك وزي كل الناس في الأوتوبيس ده فالرجل قال إيه ندع لسواء الأوتوبيس قال لقى في عمهن نزلني أنا ليمكن أدخل مع الراجل ده في أي حت أنا مش أروح معاه حتى لو السماء والرجل نزل في القصة وخد الأوتوبيس اللي راجع عشان يخش الجحيم مرة تاني أخش الجحيم ولا سامح مش أحيانا بنعمل كده مش سامح مهما حصل ويتقال كلام صعب لغاية رأسي تنزل التربة مش سامح وبعدين يا دي حاجة كويسة لو نزل الملك مخايل مش سامح أنت بتعمل إيه أنت بتحط لنفسك قفل على باب الجحيم عشان تمنع نفسك من رحمة ربنا متراس من مطاريس الجحيم أن الإنسان يقفل على نفسه من رحمة ربنا بسبب عدم المغفرة تفتكروا قصة العبد الشرير اللي مذكورة في متة 18 العبد ده مديون لسيده بعشر تلاف وزنة من دهب مبلغ كبير قوي وسيده قوله معلش معاكشي خلاص أنا مسامح لكن العشر تلاف وزنة دول خطايا كتير قوي والسيد بسبب تحننه قال له امشي يا عم خلاص أنا مسامحك إيه اللي حصل طلع العبد ده شاف واحد زميله مديون له بمئة دينار مبلغ تافى تعال هنا نتحاسب قال له ما معاييش سامحني قال له لا يعني سامحك يا تدفع تخش في السجن فضل يعمل كده لغاية ما دخل صاحبه السجن الناس راحوا قالوا السيد الحق العبد اللي انت سامحته واقف ودخل واحد زميله السجن عشان ميد دينار فالسيد جابه قال له تعال هنا ده انت قلت سامحني انا سامحتك على مبلغ كبير مش قادر تعاب تسامح العبد صاحبك زي ما يكون الخطايا الكتيرة هي المديونية وعدم القدرة على التسامح هو الافل ده اللي خلى العبد ده سيده ياخده ويقال له طيب زي أنا حسبك زي ما حسبت أخوك ويحكم عليه بعد كده انه يخش السجن زيه متراس من مطاريس الجحيم هو عدم القدرة على المخفرة لها أشكال كتير قوي بس يمكن موضوع ده يبقى موضوعنا في مرة تانية المتراس التالت من مطاريس الجحيم هو العناد الخطأ والخطيئة مهما كانت لها رجعة العناد هو المكبرة في الخطأ أنا عارف أن أنا غلطان بس أنا أفضل مكمل هنا شاول الملك فيه له قصة أن سمويل النبي طلب منه ربنا قال له ربنا بيقول لك اطلع حارب عمليق عمليق دول عبارة عن قبائل كانت عايشة في منطقة سينة أزوا بني إسرائيل وهم خارجين سمويل قال له بص يا شاول ربنا بيقول لك كده أنت ما تبقيش على حاجة ولا حد كل اللي في سكتك كل حاجة تتحرم تتقتل بني أدمين وكبار وصغيرين وحيوانات وكل شاول طلع الحرب وبعدين ابتدى يحسبها في ذهنه هو فقال إيه لا أنا هبقي على الغنب الكويسة مش هتبحها مش هموتها يعني والملك بتاعه مليق أنا برضو هسامح وهفرج عنه يعني فجيه صمويل سأله قال له عملت يا شاول قال له عملت لربنا قاله بالضبط قال له طب وإيه الغنب اللي أنا سمحها دي قال له هنقدم منها زبايح قال له طب والراجل اللي أنت مخليه ده يعني ده شاول ما كان عندوش إجابة خلاه خلاص فصمويل قال له إيه قال له لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوسن والطرفين خطية العناد خطية زي الوسن والترافيم من خطايا أقفال الجحيم العناد ده قيين ربنا ظهر له واتكلم معاه قال له المرة الجاية قدم زبيحة كويسة وانا قبلها ديك فرصة بس قيين ركب دماغه لا أنا هعمل في دماغي ورح أتى الأخوه فرعون شاف قدامه مصر بتخرب عشر ضربات كل واحدة قتأ المتانية ورغم كده ساء ورح وراء بني إسرائيل عشان يموتهم بعد ما خرجوا من أرض مصر والنتيجة أنه هو هلك وشعبه معاه العناد من متاريس الجحيم يا أحباء أقول لكم على حاجة أسئلة إحنا ممكن نجاوبها من نفسنا كان بيت عايش في جحيم بسبب العناد وأنه واحد ركب دماغه البيت نفسه عايش في الجحيم وصاحب البيت أو صاحبة البيت أفلين على نفسهم وعلى أولادهم في الجحيم ده عشان ما رجحش في اللي أنا قلت أنا قلت كلمة أو قلت ماشي بطريقة معينة ومش هرجع فيها مهما حصل مهما نسألوا لي مهما نس اتوسطت عندي العناد كالوسن والترفيم العناد من متاريس الجحيم المتراس الرابع الإفل الرابع من متاريس الجحيم الإنسان الحكيم في عيني نفسه الواحد لما يغلط وحد يجي يقول له أنت غلطان يفكر يقول أنا غلطان ويرجع خلاص مش مشكلة لكن الحكيم في عين نفسه ده ما بيقولش أنا غلطان غلطان لي أنا صح وقعد تكلم معانا هنا للسنة الجاية مش هيرجع أحانا كتير لما الأب الكاهن يتكلم مع حد مرة واثنين ويبقى هذا الإنسان حكيم في عيني نفسه أبونا بيوقف كلام ليه لأنه مش هيوصل لحاجة حتى لو تكلم من هنا لباقية عمره خلاص أنا بأتكلم مع واحد عارف كل حاجة ففي الآخر الأب كان يسكت وقوله طيب يا ابن ربنا معاك وانصل الحكيم في عيني نفسه قافل على نفسه في الجحيم بمتراس من حديد البدع والهرتقات اللي ظهرت في الكنيسة كانت عبارة عن إيه واحد حكيم في عيني نفسه شايف أنه هو لقى اختراع في التعليم الجديد طيب الكنيسة ما بتقولش كده أنا عندي اللي في دماغي طيب الناس يقولوله اتحايلوا عليه وناس يتوسطوله يا عم اللي بتقوله ده هيضيع الناس لا 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 اللي أنا عارفه هو الصح الكتاب يقول كده لا تكن حكيما في عيني نفسك اتقى الرب وابعد عن الشر لما حد يقولك انه غلطان فكر فيها لما حد يلفت نظرك يقول يمكن احتماله وماله حدش ما بيغلطش خلينا شوف الحكيم في عيني نفسه ليس له مشيرين ولو راح يستشير حد بيستشير عشان ياخد منه تأكيد ان هو صح يروح يحكي لك الموضوع بطريق عشان تقوله انت مزبوط يبقى ده صح به لكن اللي يقول للحكيم في عيني نفسه انت غلط تبقى نهاية علاقته به الكتب والفرسين كانوا من النوع ده حكماء في عين انفسهم عشان كده افلوا على نفسهم في الجحيم المتراس الخامس من متاريس الجحيم هو متراس الاعزار الاعزار اللي هي تخلي الانسان يقول اصل في موضوع يفسر اللي حصل ده وبعدين فانا معزور وبعدين فبالتالي ما اقدرش اعمل احسن من كده طب وبعدين هتوفق قدام ربنا تقوله ايه هتقوله العزر ده اعزار اعزار الناس بتستعملها طول الوقت شاول برضو شاول ده على فكرة الملك ده افل على نفسه بمئة متراس عشان يقعد في الجحيم واحد منهم هو الاعزار دي مرة رايح يحارب الناس اللي معاه خايفين بعط لصمويل قال له تعالى ارفع زبيحة عشان الناس تطمن وناخد بركة صمويل اتأخر فراح قال للناس هتولي الزبيحة الكهنة اتأخر اقدمها انا جاب الزبيحة وقدمها شاول صمويل جه وشاول بيرفع زبيحة قال له تبتعمل ايه انت زيه ترفع زبيحة بدل ما اقول له انا اغلط قال له ايه قال له الناس خايفين وانت اتأخرت والاعداء واقفين على الباب وعددهم كبير انا اضطريت ان اقدم زبيحة هو في ذهنه ما كانش ممكن اعمل حسن من كده الاعذار دي بتخلي الواحد دايما بيبرر لنفسه هو بيعمل ايه وبالتالي ما فيش فرصة للاعتراف بالخطأ او بتصليح اي حاجة عارفين العزر بتاع كان غصبا عن اصلية طبيعتي كده اصلا اللي عملته ده كان رد فعل وبعدين حد نرفزك وانت تدايقت وان شتامت لك اعمل ايه ما هو اللي دايقني بس انت شتامت تقولك بس هو دايقني ونقعد بقى في الحكاية دي بس انت شتامت اصلا هو دايقني ونقعد نقول الكلام ده الى مال نهاية هو عشان حد دايقك فالشتيمة بتاعتك امام ربنا مش هتتحسب يعني ما توقف قدام ربنا تقوله اصلا أنا شتامت عشان حد دايقني ربنا اقولك خلاص يا ابن الله يحلك خش سما ازاي يا هما حاجات كتير قوي بنبرر بيها اخطأنا عشان ما نغيرش حاجة ونقفل على نسنا برضو في الجحيم كم مرة شفنا في خناءات الناس وفي مشاكل كبيرة قوي في العائلات قصة بتاعت انا عملت كده عشان هو عمل كده او انا عملت كده عشان هي عملت كده وبعدين هل دا عزر انا بقوله لنفسي فانا مرايح ضميري وقافل على نفسي بمتراس الاعذار في الجحيم عندي حق مراتي ست يعني مش متجوبة معايا فانا اضطريت ان انا ازني بر هل الزنا بر ده هيبقى مبرر امام الله عشان زوجتك مش متعاونة في العلاقة الخاصة عليها خطية ربنا يحاسبها ولكن عندك انت هل الزنا ده عزر هتقدر تقدم عنه عزر الاعذار واحدة من متاريس الجحيم لان الواحد بيفضل عايش يقول ايه عندي حق ما كانش ممكن اعمل احسن من كده زي واحد يقولك انا مش هاجي الكنيسة خالص ليه عم فلان اعصرني طب وبعدين زنبي عليه حقيقي طب وحضرتك اللي مش بتخش الكنيسة هل ده امام ربنا ربنا يقولك طب انا وعلقتي بيك انا فديتك حضيت نفسي عنك عشان واحد دايقك ما تخش الكنيسة هل ده عزر كل الحاجات دي واحد من الحاجات اللي هي الناس بيستعملها عشان تقفل على نفسها في الجحيم بعيدة عن رحمة ربنا المتراس السادس او القفل السادس هو قفل مخصمة ربنا هل ممكن انسان يخصم ربنا ممكن كلنا ممكن في حاجة تحصل في حياتنا تدايقنا ممكن نزعل من ربنا شوية بس في فرق ما بين ان انا اخذ على خطر من ابويا وان انا خاصم ربنا للابد سفر اشعي يقول ايه ويل لمن يخاصم جابله ويل لمن يخاصم جابله هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع الواحد ممكن يزعل شوية بس في الاخر لازم يرجع وقول لربنا انت صح وانت صالح حتى لو انا مش فاهم حاجة مخصمة الله ان انا اقطع نفسي عن تعزيط ربنا خالص ممكن اتنين حصل معاهم ازمة كبيرة مشكلة كبيرة واحد يقعد شوية متدايق ويرجع لابوه السماو ويقول له يا رب انا اروح فين مين يعزين والتاني يقول خلاص علاقتي بربنا انتهت بعد ما هو عمل المشكلة دي او سمح بالتجربة دي مخصمة الله معناها ان انا ارفض ما شئته في حد من القدسين بيقول اللي عايز يتلقى حاجة من ربنا لازم يروح لربنا فاتح ايده كده عشان كده احنا بنصلي ايدنا مفتوحة زي ما يكون بنقول لربنا قلبي كمان مفتوح يا رب محتاج منك تعزية وفهم لكن اللي يروح لربنا ايده عاملة كده عارفين مين اللي بيحط ايده كده الغطبان اللي يروح ربنا عيده عاملة كده وقعد طول الوقت عمال يهاجم ربنا انت وانت وانت طيب ربنا لو عايز يحط حاجة في ايدك يحطها ازاي لو عايز يديك فهم يفاهمك ازاي لو عايز يك تعزية يعايز يك ازاي ما انت قفلت على نفسك قفلت ايديك وقلبك وعقلك وقفلت على نفسك في متراس تاني او بقفل تاني هو متراس مخصمة الله اي حد ممكن يزعل من ربنا يوم يومين بس في الاخر لازم نرجع ونعترف بقصورنا وان ربنا اعظم من ان احنا نقدر نستغنى عنه او نعيش من غيره المتراس السابع من متاريس الجحيم هو متراس الانتحار ده بقى اللي هو القفل اللي هو خلاص يقول الناس كده الانسان اللي بيقتل بيقتل بناءات اللي بينتحر بيقتل العالم كله العالم كله لو احنا سألنا نفسنا هو يهوزهلك ليه يهوزهلك عشان خان المسيح طب ما بطرس انقره وياما ناس بدخون المسيح الشمال ويمين كل يوم اما الايه اللي اهلك يهوزه الاهلك يهوزه هو فقدان الرجاء والمتراس ده متراس الانتحار احنا عايشين في زمن خدوا بالكم احباء من ولادكم الزمن ده والميديا اللي عايشين فيها بتشجع الانتحار بتبريز الناس اللي تنتحر زي ما يكون بيقولولهم انتو ناس شجعان يلا روح موت نفسك تبقى انت راجل لو عملت كده خدوا بالكم من الحكاية دي دامة راس بقفل على نفسي فيه ميت في خطيتي الى النفس الاخير اللي واحد اللي عنده مشاكل مهما كانت لها اخر لما بنتحر بخلص المشاكل اللي هنا وابتدي مشكلة ابادية ابادية ميت قاتل نفس بدون رجعة بدون حتى فرصة ان الانسان يقدم توب انا مش بتكلم على حد عيان نفسيا وعمل في نفسه حاجة انا بتكلم على انسان طبيعي وفي الاخر بسبب اليأس والديء قرر ان هو يقتل عالم كله ويقطع نفسه عن رحمة ربنا ويحط المتراس ده في باب الجحيم متراس الانتحار المتراس التامن هو محبة الكيد فيه فرق ما بين ان الواحد يجدب ودي خطيئة كلنا بنقع فيها او وقعنا فيها بس في الاخر بنتدايق وبنزعل مش عايزين ان احنا نعمل كده حس بنفسنا والواحد يتقذى ويروح في اعترافه وقول انا جدب لكن فيه فرق ما بيننا احب الكدب بقى احب الكدب يبقى الكدب طريقة حياة اسلوب احب اكدب وحب يتكدب علي كمان طب انا اقول لكم على حاجة لو احنا متابعين الدنيا والحالة اللي في البلد والميديا كلام كدب كتير قوي قوي على اعلى المستويات من اول الريس ونازل كدب كدب والناس مصدقاه ليه يا جماع محدش يوقف يقول ان الكلام ده مش مقبول ليه الناس بتجدب ومش خايفه عارفين ليه عشان فيه ناس بتشتري او مالو اجدب علينا اضحك علينا عارفين ما تكلمنا مرة قولنا عن الاية بتاعة الشعية اللي قالوها الناس كلمونا بالنعيمات قولونا كلام لطيف حتى لا وبيتحكوا علينا الانسان اللي يحط في قلبه انه عايز يعيش يسمع كد بيقفل على نفسه في الجحيم ايضا خلاص هتصلح ازاي ده هنعيد الحاله ازاي انا عايز طول الوقت ناس تقول لي اي كلام تخدر ضميري او تقول لي كلام يريحني حتى لو مش هو الحق خلينا نعيش في كدب والكدب ده يخلينا ان احنا مرتحين محبة الكدب واحدة من مطاريس الجحيم الانسان لما يحط نفسه في القصة دي مش هو بس هو واللي معايشين معاه واللي عايشين في البلد كلها لما يحبوا الكدب بينتهوا الى جحيم على الارض وفي السم اخر متراس المتراس التاسع من مطاريس الجحيم هو بغضة الحكمة ومحبة الجهالة سفر الامثال اول اصح يقول ايها الجهال الى متى تحبون الجهالة وممكن حد يحب الجهالة اه ممكن حب الجهالة ويبغض الحكمة ايها ازاي الانسان اللي دور على اللزة وعارف ان الحاجة دي في الاخر هتنتهي بيه الى خطية هو محب للجهالة ومبغض للحكمة وعارف ان السكة دي هتوديه في سكة مش كويسة بس ماشي فيها برضه من اشكال بغض الحكمة الاندفاع في الطريق المعاكس ما جرب كده بس ده غلط وماله هجرب وارجع تاني انت ضمن ترجع تاني يعني يوم اهو حاجة كده وخلاص وفي الاخر مش هيحصل حاجة اللي بيحصل لأحباء لما الانسان يبغض الحكمة ويمشي وهو عارف في طريق غلط لمجرد اللزة او الاستمتاع او انه بيجرب اول خطوة بتبقى بمزاجه الخطوة اللي بعد كده بيقى مشدود فيها بعد كده بيخش في حاجة اسمها مجال جذبية الموت الظلمة ليها جذبية زي ما النور له جذبية زي ما بننشي ناحية ربنا في الاول بنزق روحنا بعد شوية نلاقي انا بحب السكة دي ومنجذب فيها وعايز اعمل اكتر واكتر واكتر حب ربنا الموت ايضا نفس الحكاية في الاول الواحد يجرب كده مجرد يعني التجربة بعد شوية يتعود بعد شوية ينجذب بعد شوية يحب مرجعش تاني الاندفاع ناحية الموت ده نوع ايضا من متاريس الجحيم خلاص هي دي السكة بتاعتي انا هفضل ماشي فيها بصوا الحكمة تقول ايه في سفر الامثال الحكمة هي شخص المسيح طبعا لغس يقول من يجدني على الحكمة يجد الحياة وينال رضا من الرب ومن يخطئ عني يضر نفسه اللي يتجاهل الحكمة يضر نفسه وبعدين تقول الحكمة ايه كل مبغضية يحبون الموت في حد يحب الموت اه صدقوني ايه بصوا على الناس اللي بتروح تدمن حاجات صعبة جد او يعملوا في نفسهم حاجات صعبة قوي ايه ده جي منين الشغلانة دي كل مبغضي الحكمة هيحبوا الموت ويقفلوا على نفسهم بالمتراس احيانا الواحد بيشوف حاجات او شبان او شبات ما تتكلم معاه تبقى يعني عايز تبكي ايه يا ابن اللي بتعمله ده تراح فين بتعمل كده ليه او احب الموت خلاص ابغض الحكمة الى النهاية وحط المتراس ده انا مبغض للحكمة وكل اشكالها ورافض لكل تعبير عن هذه الحكمة نقردها احباء خلينا نفتكر كده المسيح كسر متاريس الحديد بتاعت الجحيم بس امتى كسرها للناس اللي مستنياه اللي ملهمش حاوله ولا قوة وقاعدين في الجحيم مقبوضة عليهم بسبب الشيطان دخل المسيح وكسر المتاريس دي بس فيه ناس تانية المسيح يقول انا واقف على الباب انت اللي قافل انت اللي حطت متراس ورا الباب عشان ما قدرش اتخلك ولو ما دخلتلكش حياتك تنتهي في الجحيم الجحيم مش بس حاجة الانسان بيواجهها بعد الموت الجحيم بيبتدي من هنا في بيوت عبارة عن قطعة من الجحيم واللي قافل على البيت ده مسؤول عن ان هو دخل البيت في المرحلة دي دخل مراته او دخلت جزهة او دخلوا عيالهم في الجحيم ده والعيال تتفرج على حاجات صعبة وما حدش عايز يرجع الناس دي بتتعذب ما حدش عايز يرجع الولاد دول بيضيعوا ما حدش عايز يرجع ايه اللي بنعمله ده احنا قافلين على نفسنا بمتراس من جو البيت متراس ال واحد من التسعة اللي احنا قلناهم قولهم مرة تانية ناخد بالنا منهم المتاريس دي مش مجرد خطايا عادية ده انا بقفل عن نفسي ضد رحمة ربنا انه يتدخل ويحل ويدي حكمة وبداية جديدة قلنا المتراس الاولاني متراس الكبرياء والذات وانا قلت المتراس التاني عدم القدرة على الغفران التالت العناد اربعة الحكيم في عين نفسه خمسة الاعذار ستة مخصمة الله سبعة الانتحار تمانية محبة الكذب تسعة بغضة الحكمة ربنا يرحمنا ويرحم كل الناس اللي حوالينا انه مبقاش في حياتنا ولا واحد من المتاريس دي لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين اخيرا يا ربي في تشفعات ام النور الطهر العذرة القديسة ماري وملكي جليل مخايل وبركة القيامة المقدسة استمعنا عندما ندعوك بكل شكر وانا اقول يا ابا نلزف السماوات لذا قدس اسمك لها تنملكوتك تكون ما شئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافة نعطينا اليوم اخفلنا زنوبنا كما نخفر نحن أذن مزنبين لا تدخلنا فيه تجربة نجينا من الشرير بالمسيحة سوع ربنا لك الملك والقوى والمجد الى الابد امين محبة الله الاب نعمة ابنه الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا لسوع المسيح شاركة وموهبة وعطيتها روح كل اسفلتكم مع جميعكم امضوا بالسلام السلام من رب يكون معنا